رويم أحمد ابن يزيد ابن أحمد عفوان ابن يزيد البغدادي أحد تلاميذة أبو القاسم ابن محمد الجنيد شيخ الطائفة رضي الله عنه وأرضاه وقدس الله سره رويم كان يضرب به المثل في العبادة والزهادة كيف لا وهو القائل ما خطر ذكر الطعام على قلبي منذ عشرين سنة إلا إذا حضر إذا حضر الطعام أقول طعام نأكل قبل أن يحضر مستحيل لا أفكر فيه في ماذا تفكر؟ تفكر في الملكوت في الله في الآخرة لا يفكر لا يفكر في الطعام من عشرين سنة وهو القائل الصبر ترك الشكوى والرضى استلذاذ البلوى والتوكل ترك رؤية الوسائط أشوال كبير رويم فما بالوا أسادة الصوفية في كتبهم إلى يوم الناس هذا من أيام رويم وتوفي على ما أذكر سنة الثلاث وثلاثمائية الهجرة في أول في مطلع الرابع الهجري رحمة الله عليه وغفر الله له ولنا جميعا ما بال السادة الصوفية السادة العارفون ما بال السادة العارفين بالله تبارك وتعالى يطربون به المثل في أمر قبيح عبارة تتردد في معظم رسائلهم وكتبهم وهي عبارة جعفر هو أخوه أخوه قارينه في الطريق من تلامذة أيضاً أبو القاسم الجنيد جعفر الخلدي البغدادي والذي رقبه بالخلدي أبو القاسم الجنيد نسبة إلى قصر الخلق ببغداد قالوا أنت الخلدي فلزمته جعفر الخلدي قال كلمة من أراد أن يستكتم سره أحداً عندك سر ولا تريد أن يطلع عليه أحد وتريد أن تستودعه شخصاً ما فليستكتم رويماً اذهب إلى روي وقل له سرك بعون الله هذا السر لا يفتطح ولا يذاع ولا يشع يبقى عنده إلى أن يلقى الله طيب جميل هذا قال لك لا لماذا؟ قال لأنه كتم حب الدنيا أربعين سنة كل هذا الزهد كل هذه المعاناة والمجاهدة عشرون سنة لا يخطو عليه قلبي ذكر الطعام إلا إذا حضر الطعام كل هذا كان زائفاً مدغولاً مدخولاً ما الذي حصل لرويم؟ رحمة الله عليه وغفر الله الله قال لك القاضي إسماعيل الجهضمي رحمة الله عليه رجل العالم الكبير علامة كبيرة ورجل صالح عمل قاضياً اسمه القاضي عمل قاضياً بالعباسيين فاستدنى رويماً وأقناعه أن يعمل وكيلاً له على بابه وكيلاً للقاضي طبعاً السادة العرفون بالله كل المناصب عندهم في الدول اللي فيها ظلم ممنوع منع بتم حتى في الدول الصالحة التي تقيم عمود الشرع أحاديث عن رسول الله عند أبي داود وغيره ولذلك كان القضاء الثلاثة وهكذا كان الصالحون يقولون من ولي القضاء ذبح بغير سكين دمرت نفسك قضاء تقضي بين الناس وهذا قاضي وله ولاية نحن بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه وحياتنا مكاره إلا هو لا إله إلا هو نقضي بين الناس دون أن نستقضى الكل يقضي وهذا منافق وهذا صالح وهذا عالم وهذا جاهل وهذا جسوس وهذا ملسوس وهذا مجدد الأمة وهذا لعنة الأمة يهويلنا يهويلنا ألزمن الله إصلاح نفوسنا وأشغلنا بأنفسنا العالمين نحن جهل مضيعون قاضي في خطة ذبح بغير سكين وعليه أن يقضي يمتلي بهذا فاستدناه حتى أقنعه أن يعمل وكياً على بابه فعمل ولبس لباس الحرس والشرطة وبن القصور وأنشأ الدور وأكل الرقاق خلع كل علاقة له بأهل الله وبطريق العارفين قال لك بلى الزهد بلك عجيب يا رويم ما أعجبك بعد أربعين سنة بعد أربعين سنة